في مصطلح علمي للصوت مصطلحات كثيرة منها صدى الصوت الصدى هو يعني ممكن فلتر ممكن ارتداد معين لكن خلينا نتكلم فيه بشكل اعمق شوية اللي هو مدى اللي يبغى يوصل له صوت هاي ثم الحال انت الآن تبغى توصل لمدى معين من الصوت وتبغى ردة فعل معينة ردة الصوت هذا بشكل يعني بشكل معين انت اكيد راسمه في بالك صحيح فين تبغى توصل واش اللي انت قاعد تشوفه من ردودة فعال الناس والله جاهد شوف من امانة من اوائل البرامج اللي احنا شاركنا فيها هنا وكانوا يسألونا هذا السؤال ايش طموحك بالانشار ايش طموحك فكنا دائما نقول كلمة يعني هي كلمة كبيرة صراحة كنا نقول طموحنا العالمية ان نوصل العالمين انه الصوت يعني يعني يخرج بعيد عن طاقك انت وعن التأثير كذلك يصل اكثر لكن نرجع لانفسنا صراحة يعني هذه فيها خلل كبير من انفسنا يعني اولا ممكن استسهلنا موضوع اصدار اي عمل نستسل موضوع اللحن نستسل موضوع الكلمات بالاضافة ايش يعني والله هو شوف يعني سؤال يعني يخلي الواحد يجلس يفكر مع نفسه كثير انه ليش انا لسه الى الان في دائرة مخرجت منها يعني لكن هي عوامل كثيرة من ضمن العوامل ممكن تكون حياة شخصية او حياة من ضمن العوامل كذلك ممكن تتجهنا اكثر في المجال لموضوع تجاري بعيدا عن موضوع رسالة ورغم انه تجاري تعتبر الرسالة يعني لكن اخذنا الجانب هذا اكثر من جانب الاهتمام بجودة الاصدار فسرنا لا ايش اللي بيحبه الناس ايش اللي بيبشي عند الناس نقديه هذا كبر خطأ ممكن احنا نتحمل مسؤولية كبيرة يعني فيه وللأسف يعني سؤلت مرة سؤال جابولي صورة مايك وقالولي ايش ممكن كلمة تقول تقول لهذا المايك فكنت اقول لهم عتبي عليه انه صار يقبل اي احد وبالفعل يعني الساحة اصبحت مليئة باصوات يعني لو جاء ادى لايف تنصدم صدمة كبيرة يعني حقيقة لا 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 انا الموضوع اوسع من كده الذكاء استناعي دا حين يسويلك او هذا يعني تخيل يا جهاد مرة كنت مع احد الاصدقاء قل لي عندنا مشروع تقولي ايش المشروع هذا قال لي شفت الزفات اللي احدا بنسويها والاعمال قال له ايوه قال لي يجي عميل يبغي يغير اسم قال له طيب قال ما يحتاج تسجل بالذكاء الاصطناعي هو يغير الاسم باشا قال له اسألك بالله وصلنا للمرحلة هذه قال لي والله في وصلنا للمرحلة هذه والشركة اللي انا قاعد فيها قاعد تطور في الموضوع هذا فتخيل انت جالس رايح وطالع مع اخيانك والفجأة جاء طلب ووزف ووصلت وراحت وصوتك تعدل وتغيرت الاسماء وانت جالس يعني هذه مصيبة يعني اوكي تجارية ممكن تكون مفيدة لكن حقيقة هي مصيبة هي مصيبة يعني هنوصل مرحلة يعني هتجي كلمات تكتب الكلمات على الكمبيوتر بصمة الصوت موجودة يصدر لك عمل اوكي ما حيكون نفس جودة الاداء الحقيقية حاليا لكن ممكن بعدين حاليا لكن بالفعل ما تعرف بعد كم سنة حيصير الوضع هذا حقيقي يعني وهينا يعني يعني قاعدين كل فترة نبعد كثيرا عن نروح الانشاة وروح النغم وروح رسالة الكلمة فلا تتوقع ان الكمبيوتر او الذكاء الاصطناعي ممكن يعطي نفس احساسك انت مهما بلغت جودة الذكاء فنرجع ونقول يعني الاهداف موجودة انه الاثر لصوتك تتمنى انه يصل لمدى بعيد لكن يبقى التقصير صراحة كبير من انفسنا زي ما ذكرت سابقا انه عدم بحث الكلمة عدم بحث عن لحن مناسب عدم تنوع اصبحنا محصورين صراحة في دائرة ما احنا قادرين نخرج منها الجمهور يلعب دور في هذا الشيء كبير جدا يعني حتى بعض الجمهور يقول لك مثال اديك مثال خلينا نروح بعيد احنا في المجدة الان كم مرة تجي لقاء يطلب منك نفس النشيد فانت يعني لا شعوريا يجيك تبلد انه ما بغى يشتغل على الناس ما بغى يجيب شي جديد الناس خلاص وتطلب وانا بأدي اللي بيطلبوه قدام انه محابينين جميل بالاضافة ان جينا المضوع طلبات الاعمال التسجيل بعضهم يجي يقول لك بالله ابغى نفس اللحن هذا سوي لي نفس اللحن هذا ما يعطيك مجال انك انت تبدع وترسله وبعدين هو يأكد لك او لا فكيد الجمهورية العبدوريون هي بتلك عوامل تبدأ من انفسنا وبعد ذلك العوامل الخارجية